جلس مرة النبي يبكي اللهم صلي على محمد إذا ما حبيت الرسول بعد هالكلام بعد هالحديث هذا راجع نفسك فجلس يبكي النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل الله له جبريل وهو أعلى قال اسأله ما الذي يبكيك يا محمد وش يبكيك قال أبكي على أمتي خائف عليهم من النار قال اذهب إليه وقل إن الله لن يسوءك يا محمد في أمتك ولسوف يعطيك ربك فترضى وش معنى هالآية يوم القيامة يوم القيامة لما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار يشوف الناس اللي دخلت النار حتى اللي دخلوا النار يا رسول الله حتى اللي دخلوا النار يعني ودخل المؤمنين إلى الجنة وشفع للناس كلها يوم القيامة ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع ودخل المؤمنين للجنة وطق باب الجنة وفتح لباب الجنة خلاص دخل المؤمنون للجنة ومن اتبعك دخل الجنة من عصاك دخل النار يا رب وش فيك يا محمد إن من أمتي من أدخلته النار ويسجد يطلب ربه قال قم يا محمد يقول فحد لي حدا حدد لي قيل حد عدد وقيل حدد له معصية عدد من المعاصر قال فأخرجهم من النار يقول فذهبت فأخرجتهم من النار ثم جلس مرة ثانية يسجد يبكي واشتبي يا محمد قال يا رب إن من أمتي من دخل في النار قال فحد لي حدا قال اذهب واخرج كل من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان يقول فذهب واخرجهم ثم سجد الثالثة إلى ست أو خمس فرات تخيل يشفع لأهل النار يشفع لأهل النار حتى يقول يا محمد اذهب واخرج من النار كل من كان في قلبه لا إله إلا الله فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رب العالمي ها رضيت قال نعم يا رب هنا يقول الله جل وعلا ولا سوف يعطيك ربك فتغمى